المستأجرون القدامة إلى الشارع وتهديد بالتصعيم هذا القانون أكبر جريمة في تاريخ لبنان منذ الاستقلال النازحون في لبنان لعبة أرقام بين المسجل وغير المسجل وعطوني ورقة لرواح الحاشعم المغابلة اللي يتون حطلن شي ألف سوري بتحويشي وعن بيبهدلوا فيه هون رفع تعيد وزياد علوكي على رأس لائحة ادعاءات المحكمة العسكرية أول ثورة على الفيديو سعوديون أعطونا من حلالنا يا أخي أعطونا لا مترون أنني أشهدكم من ذا البترول أعطونا يا أخوي تلعبون بها أنتم معي وفي النشرة ابن تسعة أشهر متهم بالشروع في القتل صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية الادعاء بالتوازي ومع كل رفع التعلوكي ورقة للباب ورقة للجبل عمليات دهم للشمال وأخرى للبقاع تبدأ في الساعات المقبلة بعد وصول تعزيزات أمنية إلى البقاع الشمالي كما وصلت تعزيزات سياسية ممهدة لتنفيذ الخطة بقاعا وذلك عبر إعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق أن كل القوى المسلحة غير الرسمية ما عادت موجودة على طرقات بعلبك الهرمل وأنه سيطرح على جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل ضرورة فتح طريق إلى بلدة الطفيل اللبنانية التي لا يصل إليها أبناؤها إلا بسلوك طريق سورية كل الطرق ستؤدي إلى خطة نالت معدل نجاح يؤهلها للانتقال إلى المرحلة الثانية لكن مع تسجيل إكمال في مدة التوقيف لقادة الحرب الذين أعفوا من التقديم نجاح في الأمن رسوب في السلسلة التي وعدت بأسبوع نقاش نيابي آخر علما أن جميع من في السلطة يدركوا خطر سفينة المال المثقوبة وغياب حاكم مصرف لبنان رياض سليمي عن اللجان يعكس عدم قدرة المصرف المركزي على تحمل الأعباء المالية المترتبة على الصرف من دون موارد فيما لفت كلام النائب مروان حميدي عن انهيار الليرة في حكومة الرئيس كرامي بسبب زيادة الرواتب واستنادا إلى رعب النتائج فأن المسؤولين يبيعون النقابيين والموظفين كلاما في الهواء وإذا كانوا جادين في إقرارها فليس هناك سوى موازنة ضبط الهدر والإنفاق غير المجدي والمسؤولون أنفسهم يعرفون الطريقة إلى ذلك لأن بعضهم شريك فيها ويكفي أن ترفع الدولة دعمها عن نساء المسؤولين واللواتي استحصلنا سنويا على ثمانمائة مليار ليرة بدل جمعيات ومساهمات لزوم الظهور والبارجة يكفي أن تقول الدولة لوزير داخل الحكومة أوقفنا تمويلنا البالغ خمسمائة مليون ليرة سنويا العائد إلى نسل الخيل العربي الذي يستحصل عليه منذ أكثر من عشرين عاما في وقت لم يبقى هناك من عرب لنحسن لهم الخيل وإذا عجزت الدولة عن رعاياها من السياسيين والسيدات حرامهم فما عليها سوى أن تقول هيا بنا نلعب وتقتحم هدر الجمارك القطاع الذي انخفض مدخله خمسمائة مليون دولار بدلا من أن يربح والمرفق الحيوي الواقف على أبواب هدر يومية بغطاء سياسي وبرقم وصل إلى مليار ومائتي مليون دولار كل هذا ولم نفتح باب الكهرباء القطاع العاجز بمليارين ومائتي مليون دولار والمتروك لمافيا النفط والشركات القابضة من هنا تبدأ الخارطة والكلمات المستأجرون القدامى يقطعون الطريق في الأشرفية قطع عدد من المستأجرين القدامى الطريق عند ساحة ساسين في الأشرفية احتجاجا على إقرار قانون الإجارات الجديد ورفض المحتجون ووصفوه بقانون المجلس الذي يشرد أهالي بيروت ولبنان من دون أي تعويض داعين لرد القانون إلى مجلس النواب لمزيد من الدرس مندعي فخامة الرئيس هو قبل الجميع أنه بدي رأي يقروا المستشارين عنده يقروا القانون ويشوف مدى وساخت وساخت اللي نصوا وساخة بشكل بيؤدي لتهجير لتفريغ المناطق السكانية من بيروت يقروا يشوفوا دمين الشيخوخة دمين الطبابة هذا القانون أكبر جريمة في تاريخ لبنان منذ الاستقلال ننتخي ويجوا يبيعونا بظرف بهالوقت هيدا ما فينا نحكم أولادنا ما فينا نفوت أولادنا على المدارس ما معنا ناكل 180 ألف عائلة برقبة كل نايب وقع مهجرين على طول المدن اللبنانية ودع رئيس لجنة الدعم حقوق المستأجرين أنتوان كرم إلى اجتماع يوم الاثنين في مقر الاتحاد الوطني في وطال مصيدبي على أياليه الثلاثاء تحرك في الحمرة والأربعاء اعتصام عند الساعة الحادي عشر صباحا أمام مجلس النواب وسيكون هناك تحركان متوازيان في صيدة وطرابلس يختلف عدد النازحين في لبنان بين مسجل وغير مسجل لكن المشكلة الأبرز خسارة لبنان من جراء النزوح تحقيق يمنا فواز نيسان 2012 18 ألف لاجئ نيسان 2013 356 ألف لاجئ أما نيسان 2014 مليون نازح سوري مليون نازح في لبنان الرقم المسجل اليوم لدى مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة أي ما يعادل ربع سكان لبنان وبذلك يكون في مقابل كل خمسة مواطنين لبنانيين لاجئ سوري هذه أرقام مفوضية اللاجئين أما على الأرض فالأمر مختلف وليس كل نازح سوري مسجلا لدى المفوضية مهما كان السؤال يبادر النازح إلى الكلام عن معاناته وأخفاق مفوضية اللاجئين في تقديم الخدمات أنا ومرتي أولادي ست أشخاص ست أشخاص تسجلت بالمفوضية سجلنا ثلاث أربع مرات وما حدا يعطينا شيء أنا مسجل صار لي سنة ونص صار مرتين أقبضوا لسا ما مرتين مرة واحدة وهي الدانية وبي أكثر من الناس يجوا يسجلوا يبصمونا ويروحوا ما نشوفش أي شيء كان أنت مسجل يعني تسجلت بالمفوضية والله لسا ما سجل عائلتك من كم شخص بتتقلب ثلاث أولاد أمهم خمسة خمسة يا أنت وما تسجلت لا أنت ولا حدا من العائل لا أولا بس سجلت جديد مازي كم يوم بس سجلت يعني أنت من ضمن المليون من ضمن المليون نهار اللي رح تسجلت أنا أكتمل عدد المليون نهار اللي رح تطلع العدد إنه مليون ما تسجلت إليك قدبي لبنان من وي من سوريا من محافظة الرقل أو تسجلت أو بعد ما تسجلت رحت لقى السجل وعطوني ورقة لروع الحوشعم والمغابلة اللي يتون حطلن شي ألف سوري بتحويشي وعن بيبهدلوا فيه هون عند لهم متحدي بس ما عطتنا ما عطتنا كلكم سجلت عند لهم متحدي ما عطتنا والله عطيت اليوان ما بعرفة أنا ما سجلت فيها ما بعرفة ما سجلت بعض لا ما سجلت طيب كم ولد عندك عندي أربع ولد أما الأطفال اللاجئون فقصة أخرى إذ يشكلون أكثر من نصف النازحين السوريين أي ما يعادل خمسمائة وعشرين ألف طفل ولا يستفيد من التعليم سوى تسعين ألف طفل تعلمو ليه أنا مش بالمدرسة نعم أنا مش بالمدرسة ليه أنا باي pensتجاني ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تماني، تسعة عشرة، 11، 12، 13 وأنتي أربعة عارفة عش أنا عندها الأربعة لأربعة لأحد وبعد فيه أولاد بس من أصل كلها الأولاد في عنا كم واحد عم يتعلم أتعلم أنت عم تتعلم وأنت عم تتعلم وأنت عم تتعلم أيبو يعني بس في عنا تليت عم تتعلموا تب ليه انتو عم تتعلموا هنه لا تعالف انت ري وانت ليه ما متعمل شي شا عندي مدرسي ما عنده ما عنده شا عندي مدرسي ما عنده ليه عندك وما عندك 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 او ما عندك عندك من حمص طليها حلب فادلب وفي كل يوم تسجل المفوضية الفين وخمسمائة نازح جديد الازمة السورية وارقام اللاجئين المتزايدة بسرعة قياسية باتت تهدد المجتمع اللبناني بالانهيار اقتصاديا اذ وصلت الخسارة التي كابدها لبنان بحسب تقديرات البنك الدولي الى مليارين ونصف مليار دولار امريكي كما ان مائة وسبعين الف مواطن لبناني مهدد بالفقر المطقع نهاية هذا العام مذكرات توقيف غيابية وواحدة وجهية حالها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي سقر سقر الى قادي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدة بحق رفعة عييد وازياد علوكي واخرين الدعم فوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي سقر سقر على 12 شخصا بينهم موقوف لبناني والاخرون فررون من وجه العدالة بينهم رفعة عيد في جرم الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح يهدف الى القيام باعمال ارهابية والاشتراك في احداث جبل محسن وحياثة اسلحة واثارة النعارات المذهبية والطائفية وحالهم الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا وبحسب مصادر قضائية متابعة للقضية فان الادعاء جاء بناء على المادتين من قانون العقوبات 549 و535 وقد صدرت مذكرات توقيف بحقهم وتنص المادة 549 على العقوبة المتعلقة بجرائم القتل وقد تصل العقوبة فيها الى الاعدام او السجن المؤبد والمادة 535 تتعلق بجرم الانتماء الى تنظيم ارهابي وبحسب هذه المصادر فان مذكرات التوقيف صدرت بحق عيد وبعض العناصر التي حملت السلاح الى جانبه اضافة الى قائد محور سوق القمح البراني في التبهن زياد علوكي وعدد من العناصر الاخرى مصادر امنية ذكرت من جهتها للجديد ان الاسنابات القضائية صدرت بحق 17 شخصا بينهم عدد من قادة المحاور في صيدة قضت المواطنة وديعة بيضاوي برصاص طائش اطلق ابتهاجا بزفاف هزت مدينة صيدة جريمة مروعة راح ضحيتها وديعة حسن بيضاوي لتضاف هذه السيدة الى لائحة ضحايا الرصاص الطائش الذي يبدو انه بات ثقافة معتمدة في كل مناسبة من مناسبات اللبنانيين وديعة ابنة العشرين عاما ام لطفلين وحامل في شهورها الاولى خطفت رصاصة ابتهاج طائشة ربيع شبابها بلا استئذان فيما كانت تتابع عرسا من وراء نافذة منزلها في حي حمام الورد في صيدة القديمة حيث اقدم افراد على اطلاق النار في الهواء ابتهاجا فاخترقت رصاصة شباك منزلها واستقرت في رأسها واردتها قتيلة امام طفليها كانت هي ولادة بالبيت حماتة مش هون حد منا حماتة الباب بالباب اجت حماتة دقت على الباب لحتى انه تشوف قالت كده عم بتنيمون للولاد فاتت ولا بعد شوي الولاد جايين عم يبكوا يا تاتا يا تاتا تشوفي ماما ماتت ظهروا طب شين الباب عاية تلجران صرخ يتقدر ولا فاتوا فخلعوا الباب فاتوا لقوة مرتش او ما في حدا اجواء من الحزن والغضب عمت منزل المغدورة وطالب ذوها بوضع حد لفلتان السلاح غير الشرعي الذي يصول ويجول في احياء وازقة المدينة البنت هاي مصدومة راح تغدر يعني بقى البيتها وتقوصت يعني هاي شغلة كبيرة يعمل شغلة بقوصوا بروحوا هالأبرياء هاكي بالبهلة خيال الدولة وان الدولة كل يوم بالليال بأنصاص الليالي بالزواريب عم بصير في قواس وان الدولة خيال الدولة وان احنا مش ندفع للدولة عشان تحمي الشعب طب وان هي الدولة معقولة اكبنت اول طلعتها مجوزة عندها ولدان ولادة ينتبوا عليها اكتر من ساعتين جنبها هي وميتها وطالب الاهالي باستحداث مركز ثابت البطاطا المثلجة يكاد يقتل قرية كاملة تقرير هادي الأمين هذا السائل الأسود الذي ينساب من هذا الأنبوب الضخم هو عصارة معمل لتصنيع البطاطا المثلجة في بلدة أنصاري يصب السائل في نهر البلدة الجاف ويمر في بساتينها وبين بيوتها مسببا مشكلات بيئية خطرة في خمس كيلومتر الماء عم تنزل ستة إنش ماء وسخ ومجرير وقرف وروائح ونتينة من هون مسافة خمس كيلومتر عم تنزل بعد لون لا تستطيع الكاميرا نقل رائحة السائل الذي يجداحه البساتين وهي رائحة كريهة يأنفها كل إنسان هادي الماء ميت البطاطا اللي عم تنزل عنا وهي دا الشجر هاي وعم بيبس الشجر عم بيبس من الماء وحكينا معه ايه وحكينا معه لها الرجال قبل مرة وما قبل يرد على حدا لو الريحة هاي بتطلع عالتلفزيون العالم تترك بيوتها وبطارب كانت الشغيلي بنجيب شغيلي من عنا لبنانية ولا سرية ما حدا بيرضع يجي يشتغل هون من الريحة كتير مسر الوضع على جميع الناس مش بس على صاحبين الأمليكان والله رحت على بلدية انصارية عقاريا نتابع لانصارية رحت على بلدية انصارية قال لي ما فيه أعمل شي معه هيدا مدعوم أقبل حرف الواحد اتصلنا بصاحب المعمل لاستضاحة تجاوز البيئي الذي يقدموا عليه فكان الجواب اجوا كذا خبير موزارة الصحاب اجوا كشفوا وعملوا بارمدر من دار المعمل واخدوا فحص معين في المهي وفحصوها وتدين عدم صحة كل الحكاية اللي عم يحكون وهذا الشي موسط وموجود في جلال الدرك في مصر في وقت حتى برزا قدامكم طيب عفوا بس سؤال بعد الماء السوداء اللي عم تنزل من عندك من المعمل وعم تقطعش خمسة كيلو مطبع مضبوط واتصلنا كذلك برئيس بلدية عدلون سميح وهبي الذي يمضي معظم وقته في منطقة عبرة كما أخبرنا فرفض الحديث للكاميرا وقال انه لا يملك الوقت لمقابلتنا ونفى وجود المشكلة من أساسها لكن الصور أصدقوا إنباءا وضع قنبلة في سيارة المواطن حاتم زهرمان في بلدة الحكر في عكار وتخوف من وجود رسائل سياسية من العملية عثر المواطن حاتم زهرمان وهو شقيق الشهيد المعاون أول إبراهيم زهرمان الذي سشهد إلى جانب رفاقه في كمين في جرود عرسال على قنبلة معلقة على عجلة سيارته المتوقفة أمام منزله في بلدة الحكر في عكار وهي معدة للتفجير الخبير العسكري والقوى الأمنية حضرت إلى المكان وتولت فك القنبلة وبشرت تحقيقتها ما أحد أعمل شي مين أعمل شي بيتعطف عن نملي إذا ما يجي قدامه على الأرض بيتعطف عليها بيحيد عنه أش يعمل معه أش يعمل معه مين هو مقصود مين هو مقصود بالله مين هو أصدق الله باب الله يضرب من ضربة الحق بجاهة اسم الحق ورب العالمين اللي حاول الدنيا بقدرتم أصدقاء زهرمان وأقرباءه حضروا بدورهم إلى منزله متضامنين وطالبوا الأجهزة المختصة الإسراع في تحقيقاتها وكشف المتورطين تحسبا لردود فعلا غير محسوبة لا سيما أنهم تخاوفوا من وجود رسائل سياسية وراء وضع القنبلة هذا وقد أصدرت قيادة الجيش مدريات التوجيه بيانا أكدت فيه أن عناصرها عطلت القنبلة في ثورة غير صامتة وعبر الفيديو في خطوة غير مسبوقة في المملكة العربية السعودية قررت مجموعة من الشباب السعودي وبعضهم من القبائل أن تعبر عن مطالب الناس عبر مقاطع مصورة رفعت على اليوتيوب تقوم الفكرة على أن يتولى شاب يعرف عن نفسه هو وقبيلته بفتح الكاميرا فيسجل مقطع تتراوح مدته من نصف دقيقة إلى ثلاث دقائق ويخاطب الملك مباشرة بكلمات مختصرة يشرح فيها معاناة المواطنين كالبطالة والفقر والسكن وحريات التعبير والتجمع الجديد سوف تبدأ بعرض هذه المقاطع على أن نبدأ بمن افتتح هذه الخطوة ونذكر بأن بعض من سجل اعتقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مواطن سعودي ما استلم ألا 1900 ريال بالله عليك يا عبد الله بن عبد العزيز هذه تكفي المهر ولا السيارة ولا البيت يا أخي ملأنا وتلمون ذا اللي يفجرون وتلمون اللي يا أخي عطونا لا متوننا نشحذكم من ذا البترول عطونا يا أخوي تلعبون بهنتم معياتكم يا أخوي هذا هذا اسمي عبد العزيز محمد فهد الدوسري يا أخي عطونا من حلامنا يا أخوي من العجزانين من المواطر يا أخوي نفجربها يا أخوي تلعب من نفجربها يا أخوي وأطلب من الجميع المشاركة بنفس الأسلوب حتى يصل الصوت لخادم الحرمين الشريفين ويعلم بما وصل إليها الحال من قلة الرواتب وانتشار الفساد والظلم وليس من المعقول ولا المقبول أن ينعم فئة قليلة سواء كانت حاكمة أو فئة أخرى فاسدة بأموال الدولة وبقية الشعب يتدور الجوع والفقر والظلم لذلك أؤيد ما ذكره الشاب وأبين لكم صورتي واسمي أنا عبدالله مبروك بن أثمان من بيشا وأتمنى من الجميع المشاركة بنفس الأسلوب طبعا هذه مطالبنا مطالب الشعب الكامل بحث أصواتنا من الكامل فيها مطالبنا سهلة للعثور عليها ما يحتاج فتح سابتوتا أو ما شابه تجدونها في مهملات التواجل لا تلزمون الشعب بالتحرك السلمي لا تلزمون النزول للشارع لأنه ببساطة عدد سيارات اليوكين الأسود أقل بكثير مع عدد الأحرام فنحن سهلة أن نروح مطالب بحقوقنا سلمية طبعا فأرجوكم أرجوكم إسمعوا صوتنا أرجوكم إسمعوا صوتنا أهلا بكم من جديد الجيش اللبناني ينتشر بقاعا تمهيدا لخطة أمنية خاصة بالمنطقة نفذ الجيش اللبناني انتشارا في البقاع متسلما للحواجزة كافة وأزال كل المظاهر المسلحة من على طريق الدولي في البقاع الشمالي وتولى الأمن على أوتوستراد الهرم العرسال فبعلبك تمهيدا لإطلاق الخطة الأمنية في كل البقاع وسط ترحيب الأهالي والفعاليات في المنطقة هترحيبوا بالجيش عبر عنه رئيس بلدية اللبوي رامز أمهز هو الجيش أول شيء صمام الأمان للبلد كله هو بقلب كل مواطن الجيش وبيكبر قلبنا وقت اللي بيشوفه منتشر على الطرقات وضابط الأمن ونحنا قلنا من الأساس أنه ما في ضماني لكل الوطن إلا الدولة والجيش اللبناني على رأسهم ونحنا بنرحب بتسليم الجيش زمين من الأمور في المنطقة كلها ونحنا مع الجيش للموت ضرب بيد من حديد لكل إنسان مقلب الأمن ولكل إنسان بدي يخرب الوطن عشيرة آل شمص أصدرت بيانا رحبت فيه بتنفيذ الخطة الأمنية في البقاع مستنكرة تعرض بعض الشباب الطائش وغير المسؤول بحسب ما جاء في البيان للقوى الأمنية في الهرمل سلسلة الرتب والرواتب لا تغيب عن كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير انطلق رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من الحديث عن محاربة حزب الله التكفيريين في سوريا ليؤكد أن الحزب حافظ بذلك على الصيغة التي يتغنى بها اللبنانيون جميعا ثم انتقل إلى الخطة الأمنية في طرابلس مؤكدا أن الخطة تطبق الآن بعدما كان الفريق الآخر يعطلها أشهرا قبل أن يتخلى عن قادة المحاور سائلا عن الحاجة إلى مناورات كهذه قبل أن يتطرق إلى ملف سلسلة الرتب والرواتب يريد الله أن يرعب الأجواء والناس بأن تنفيذ هذه الثلسلة سيشكل كارثة مالية وأمتصادها على الناس ونحن نوافق الرأي في مجال من المجالات لكن لا يجوز أن نحمل الناس ما ستقول إليه الاستجابة حكومية للسلسلة لأن كل ما فعله المسؤولون من هدر وسنسرات وسفقات وإدارة ظهر لحقوق الوطن والناس على مدى سنوات المتطاولة هو الذي أوصل إلى هذه النتيجة في بعلبك وفي احتفال تكريمي للأساتذة المتقاعدين أقامه المكتب التربوي في حركة أمل أكد وزير الأشغال العامة والنقل غازيز عيتر في حديث عن السلسلة عدم التراجع عن هذه الحقوق التي وصفها بالمكتسبة للمعلمين والموظفين اعتصام في عكار رفضا لتوقيف فرع المعلومات مشير الخضراء الناظر في مهنية حلبة من ضمن التوقيفات التي تنفذها القوى الأمنية في ترابلس أوقف فرع المعلومات ناظرا في مهنية حلبة رسمية مشير الخضر بعد دهم منزله ومصادرة كمبيوتر ولابتوب وأقراص مدمجة غير أن أهالي حلبة لم يستقبل بعضهم الخبر بهدوء فنفذوا اعتصاما بعد يومين على التوقيف الذي جاء على خلفية علاقاته بالشيخ عمر بكر فستق وعبر المعتصمون عن رفضهم لما سموها الاعتقال التعسفي للخضر أجوا هكي فجأة لهوني على المهنية وأخذوه بطريقة وحشية وغير لائقة أبدا يعني هذي مو بس إهاني بس لقلوا لأن قبط المعلمين كله يتون الكلمة بد حاسب عنا بس السلاح والعالم الحشيشي والمخدرات واللي عم يقتل العالم واللي عم يدبحوا العالم ما حدا في حاسبهم شيء ما بنعرف شو سبب توقيفه أصلا وشو ما يكون السبب هذي طريقة كتير همجية وكتير فيها ظلم وتعصف وكان لافتا في الاعتصام رفع أعلام الخلافة الإسلامية التي تستخدمها مجموعات إسلامية متشددة المفتش العام المساعد للأوقاف الإسلامية الشيخ حسن مرعب يمنع من دخول دائرة الأوقاف في طرابلس منع الشيخ حسن مرعب الذي عينه مفتي الجمهورية مفتشا عاما مساعدا للأوقاف الإسلامية من دخول الدائرة في طرابلس وبحسب الشيخ مرعب فإن عناصر الدرك منعوه من الدخول بأمر من وفتي الشمال الشيخ مالك الشعار وأنه تعرض للتهديد على يد العميد حمود على الرغم من أن القرار صادر عن دار الفتوى بشكل قانوني ولا مجال لللبس فيه آخر شي نحن هدد أمام فرع المعلومات وأمام قوام الداخلي وآخر شي كان في ويحن من شبيحت ويتهجم عليه لعميد حمود بس هو هدى عني أنا من يفاهم هل هكذا أصبحت الأمور أن يحتمي مالك الشعار بزعران وبلطجية ويصبح لمالك الشعار في ترابلس زعران وبلطجية وكذلك أيضا يحتمي ويصبح هو قائد درك في ترابلس ما حدا يفهمنا وبعدين فيه أمر كتير مهم المسألة ليست مسألة حسن مرعب ولا مسألة أيضا أنه والله يريد أن يفوت على الدائرة المسألة مسألة قرار وكسر قرار مفتي الجمهورية أولا هم هؤلاء يريدون أن يكسروا قرار مفتي الجمهورية والأمر الآخر أنهم لا يريدون للتفتيش أن يدخل للدائرة وأنا أركز على هذه النقطة مصادر دار الفتوى في الشمال أكادت للجديد أنه واستنادا إلى قرار مجلس الشورى الدولة ابطل كل قرارات المفتي قباني فأنه يمنع على الشيخ مرعب تسلم مهماته لكنها ذكرت بأنها طالبت الشيخ مرعب مرارا بإعطائها مزيدا من الوقت لحل القضية مع المعنيين بالملف لكن الأخير تمنع تضامنا مع عناصر الدفاع المدني رفعت لافتات في المناطق اللبنانية المختلفة ولسيما على التقطعات الرئيسة في المدن الكبرى خصوصا ترابلوس وبيروت وقد كتب على بعضها كل دمعة من يوسف الملاح هي دمعة كل متطوع في الدفاع المدني كما طالبت لافتات بإنصاف هذا القطاع الذي يقدم كل التضحيات في سبيل الآخرين الشهابية دولة المواطن عنوان المؤتمر الأول الذي تنظمه مؤسسة فؤاد شهاب نظمت مؤسسة فؤاد شهاب المؤتمر الوطني الأول بعنوان أشهابية دولة المواطن وذلك في المدرسة المركزية في جونيه برعاية رئيس الجمهورية ميشيل سليمان ممثلا بوزير الشباب والرياضة عبد المطالب الحناوي والتوافق أساسي في عمل أي رئيس للجمهورية ونجاحه في نارة شمهور الجلال بالتعاون مع مجلس الوزراء فالالتفاف الشعبي حول رئيس الجمهورية هو أولا وأخيرا اللبنة الأساسية لنجاحه وبعد الانتهاء من الاحتفال التكريمي قام المشاركون بزيارة تفقدية لورشة ترميم بيت الرئيس فؤاد شهاب المزمع تحويله إلى مدحف ومكتب عم الوزير السابق عدنان القصار يدعو من إربيل إلى الاستثمار في العراق وإقليم كردستان تحديدا أشار رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة وزراعة للبلاد العربية عدنان القصار إلى أن العراق يمثل بلدا محوريا للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وتتوفر فيه جميع العناصر المطلوبة لإنجاح المشروعات الاستثمارية كلام القصار جاء في خلال افتتاح منتدى الاستثمار في العراق وإقليم كردستان الذي نظمه اتحاد الغرف العربية في مدينة أربيل بمشاركة حاشدة من أكثر من 900 شخصية من قيادات الغرف العربية واتحاداتها والغرف العربية والأجنبية المشتركة وتضمنت فعالية المنتدى ثلاثة جلسة عمل وجلسة حوار عن الاستثمار والتجارة أهلا من جديد معارك ريف اللاذقية الشمالي مستمرة والجيش السوري يسيطر على مزيد من التلال المشرفة على الحدود السورية التركية والولايات المتحدة تعتزم إرسال أسلحة إلى المعارضة ذكر التليوزيون الرسمي السورية أن الجيش السوري بعد أن أحكم سيطرته على التلال التي تعرف باسم تلال 45 في ريف اللاذقية الشمالي وعلى عدد من التلال المحيط بها يكون قد أحكم سيطرته ناريا على الحدود التركية السورية وبالتالي فإن الممرات التي يعبر من خلالها المسلحون إلى الداخل السوري أصبحت تحت مرمى نيرانه من جهة ثانية نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية باترا عن مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن قوات حرس الحدود الأردنية أحبطت الخميسة الفائت محاولة تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر أثناء محاولة مجموعة من الأشخاص تهريبها من داخل الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية على خط المعارضة كشفت مصادر أمنية أمريكية أن الولايات المتحدة تضع اللمسات الأخيرة على خطة لزيادة تدريب مقاتلي المعارضة السورية وإرسال الشحنات من الأسلحة الصغيرة لدعمهم ونقلت وكالة رويترز عن المصادر المطلعة على الخطة أن واشنطن ستزيد المساعدات وسترسل هذه الشحنات لجماعة المقاتلين المعتدلة التي يتواجد معظمها في الأردن بالإضافة إلى الحدود الجنوبية السورية مراجحة أن تكون تلك الإمدادات متواضعة وأن لا تشمل صواريخ أرجع الفراغ من التصويت في الانتخابات الأفغانية وأعلان النتائج في الرابع والعشرين من الشهر الحالي أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الأفغان معلناة بذلك الفراغ من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي من شأنها أن تحدد خلفا للرئيس المنتهي ولايته حامد كارزاي اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان مددت وقت التصويت ساعة واحدة بسبب الأحوال الجوية السيئة وجرت الانتخابات الرئاسية والمحلية المتزامنة والصحتياطات أمنية مشددة وشهدت أجواء الاقتراع توترا أمنيا تزامن مع مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار بمركز اقتراع في مقاطعة لوجار الواقع جنوب شرقي أفغانستان وأفارت الأنباء الوالدة من أفغانستان أيضا عن سقوط ثلاثة قتلى من حركة طالبان في أثناء اشتباكات مع قوات الشرطة في خلال محاولة للهجوم على مركز اقتراع آخر في مقاطعة زابول الواقع أيضا جنوبي شرقي البلاد وستبدأ عملية فرز الأصوات يوم الأحد وتستمر حتى العشرين من الشهر الحالي على أن تعلن نتائج الانتخابات الأولية في الرابع وثلاثين من نيسان ويتنافس ثمانية مرشحين في هذه الانتخابات والأوفر حظا هم وزيراء الخارجية السابقان عبدالله عبدالله وزلماء رسول ووزير المالية الأسبق أشرف عبدالغني لبنانية مرشحة لأن تكون السيدة الأولى في أفغانستان قد تحمل اللبنانية رولاسعادي لقب الأفغانية الأولى لأن زوجها أشرف غني أحمد زاي هو الأوفر حظا بين أقوى ثلاثة متنافسين من أصل ثمانية مرشحين يخضون اليوم الانتخابات الرئاسية في أفغانستان والإثنان الأكثر حصولا على الأصوات سيخضان دورة ثانية وأخير في الثامن والعشرين من أيار المقبل تعاملت السحافة الأجنبية والعربية ومنها اللبنانية مع الخبر من زاوية أن سعادي مسيحية ستحمل لقب السيدة الأولى في بلد غالبيته الساحقة من المسلمين أشرف غني باشتوني سني وأمه شيعية تعرف إلى زوجته رولا في الجامعة الأمريكية في بيروت حين التحق بها عام تسعة وستين ليتخرج بعد خمسة عوام حائزا على إجازة في علم الإنسان وساعده في دراسته الدكتور فؤاد السعادي شقيق زوجته غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان عام تسعة وسبعين وتلاه نظام طالبان أبقى غني في الولايات المتحدة هو زوجته التي له منها ابنان مريم وطارق يقال أن غني مدمن على استخدام السبحة ولا تفارقه أبدا وكان يرافق زوجته رولا إلى الكنيسة دائما حين كان يقيمان في الولايات المتحدة ولم يجبرها على اعتناق الإسلام محكمة باكستانية تقتد طفلا بعمر تسعة أشهر إلى التحقيق بتهمة القتل العمد لعلها ليست المرة الأولى التي يتهم فيها أطفال بجرم معين أو عمال شغب لكن أن توجه إلى طفل يبلغ من العمر تسعة أشهر فقط تهمة ارتكاب جريمة قتل والتآمر على السلطة له أمر يثير الدهشة في التفاصيل أن الطفل محمد موسى خان الذي لم يتجاوز عمره تسعة أشهر حضر إلى محكمة في باكستان بمرافقة والديه حاملا زجاجة الحليب أما التهمة فهي جريمة قتل ومثل الطفل محمد موسى مع بعض أقربائه أمام المحكمة بعدما أولد الشرطي اسمه ضمن مجموعة متهمة بإلقاء الحجارة على مسؤولين في شركة غاز في أثناء تفتيشهم في منطقة فقيرة ومع أن الطفلة أطلق بكفالة إلا أن المحكمة أرجعت النظر في القضية إلى 12 من نيسان من دون أن تسقطها والآن نبقى مع أبرز عنوين الصحفة الصادرة اليوم في بيروت ونبدأ مع الديار وفي عنوينها مصادر ديبلوماسية عون قد يخرق انتهت لجنة بر للإستطلاع فمتى الجلسة الادعاء على رفعة عيد بتهمة إنشاء تنظيم إرهابي أزمة السلسلة مستمرة واعتراضات على قانون الإجارات كياف تتجه لمقاضات موسكو لرفعها سعر الغاز الائتلاف السوري المعارض يجتمع مجددا في اسطنبول مقتل قائد أحرار الشام أنس الحلوي في كسب قتلى وجرح باشتباكات في شمالي السيناء وأسوان ننتقل إلى المستقبل رفعة عيد مطلوب بتهمة الإرهاب البقع الشمالي بلا حواجز حزب الله ضحية فوضى السلاح قذائف هاون قرب السفارة الروسية ومراكز أمنية في دمشق مساعا فرنسية لإحالة جرائم الأسد على الجنائية الدولية أما في عنوين الحياة سلام يعتبر تدخل حزب الله في سوريا غير مريح الخطة الأمنية إلى البقع الشمالي ثم بيروت قصف على دمشق أصاب مراكز أمنية والسفارة الروسية تعثر جهود عقد جناف ثلاثة شدد على ضرورة التحالف بين السلطة والثوار ونفى تدخلا عسكريا خارجيا وزير الخارجية الليبي للحياة سأتولى الدعوة إلى عودة الملكية عفوا إلى عودة الملكية في الشرق الأوسط أخيرا في عنوينها المرشح الرئاسي غني للشرق الأوسط السعودية مثال للاعتدال الأفغان تحدوا طالبان وصوتوا بكثافة حكومة الائتلاف الموقعة وعود التسليح رهن ترتيب بيتنا الداخلي مراكز أمنية وسفارة روسيا بوسط دمشق في مرمى قضائف المعارضة الجيش يلمح إلى تورط الإخوان عشرات القتلى والجرح في اشتباكات قبلية بصعيد مصر النجيفي جهات أمنية وميليشيات تغير ديموغرافيات بغداد كان في النشرة المستأجرون القدامى إلى الشارع وتهديد بالتصعيد هذا القانون أكبر جريمة في تاريخ لبنان منذ الاستقلال النازحون في لبنان لعبة أرقام بين المسجل وغير المسجل رفعت عيد وزياد علوكي على رأس لائحة ادعاءات المحكمة العسكرية أول ثورة على الفيديو سعوديون أعطونا من حلالنا يا أخي عطونا لا مترون أننا نشح لكم منذ البترول عطونا يا أخوي تلعبون بهنتم معي وفي النشرة كان ابن تسعة أشهر متهم بالشروع في القتل بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة